دعونا نقل نظرح على الصورة التالية التي لدينا أمام حضراتكم مشهد تم تداوله من قبل كثيرين على سوشيا الميديا لبدر عبد العاطي وهكام فيدان هكام فيدان وزير الخارجية التركي بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري هكذا كان اللقاء من خلال الصورة تتضح المشاعر الودية من خلال الصورة تتضح الآن بأن هناك عمق في العلاقات المصرية التركية من خلال الصورة تتضح أننا أمام صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين العلاقات على المستوى الشعبي دائما وأبدا قوية يعني الأتراك دائما وأبدا يتحدثون بشكل أكثر من رائع عن المصريين نفس الكلام ونفس المشاعر تنطبق على الشعب المصري حينما يتحدثون عن الأتراك لذلك هذه الصورة تم تداولها وبقوة على السوشيا الميديا والتي جمعت الوزيرين طبعا على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية التي عقدت فيها الرياض والتي نادى فيها قادة الدول العربية والإسلامية بضرورة إيقاف المجازر التي ترتكب من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ونادوا أيضا بضرورة إيقاف العدوان على لبنان وضرورة أن يكون هناك تحرك جاد وحقيقي من المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب في غزة لذلك نأمل بالفعل من أن يكون هناك صدى واسع لهذه الكلمات التي ألقيت في القمة العربية الإسلامية وأن يكون هناك قرارات بالفعل على أرض الواقع يعني مع الأسف الشديد نحن نتحدث عن حالة من حالات الضعف والعجز يشعر بها أفراد الأمة الإسلامية في الوقت الراهن ومعاناة أهل غزة مع الأسف الشديد تجعل هناك حالة من حالات الغلايان فيها الصدور بالنسبة لكل شعوب العالم الحر والكل الآن ينادي بضرورة إيقاف الحرب ومواجهة بن يمين نتنياهو نتنياهو الآن قام بتعيين وزير دفاع جديد وهو كاتس رجل من المتطرفين يهاجم ليلة نهار الدولة التركية ويهاجم دول العالم الإسلامي لكن إن شاء الله الخير قادم هذا ما نأمله في الأيام القليلة القادمة